في مدرب زي الكابتن الكبير جداً المعلم حسن شحات خاد ثلاثة كاس الأمم الأفريقية بس عشان الكابتن حسن شحاته بس مدرب عظيم لأ عشان كان وقتها معاه جيل رائع جداً من اللعبين جيل رائع جداً من اللعبين دلوقت يعني هو مش كسور عندنا دلوقت هي أجيال صدف بقولك بتحصل في إيطاليا بتحصل في أسباني ومش صدف بس عشان بقيمين أخطاء ممكن نكون عملناها في شكل المسابقات بتاعتنا في الكورة بتاعتنا ممكن نبقى نصلح الحاجات دي بقى ونتكلم فيها كثير بعد ما إن شاء الله نصف عط كاس العالم نقول بقى نطور إزاي ونبقى أحسن ونروح كاس العالم إن شاء الله نلعب ونعدي الدور الأول ونوصل لأدوار كويسة كل ده ممكن نتكلم فيه عندنا فترة حلوة بإذن الله يوم ما نحتفل يوم هنا يوم الثلاثة الوصول لكاس العالم نبقى نيجي بقى الأربعة والخميس والجمعة والسبت والحنوق بقى نتكلم إزاي نطور منتخبنا بحيث إن إحنا يبقى عندنا منتخب نخش بي على أي منتخب تاني ونقول لا لا أنا كده كده كذبان أنا مش لسه هستنى الروح والحماس والإرادة والكلام ده كله لكن كل ما إحنا عميين ننوم أي مدير فني هو المدير فني اللي غلطان يا سيدي هو المدير فني ده سحر ولو على السحر ولو على السحر يعني أو الخيال فكله يسكرهش اللي بيعمله دلوقتي مع منتخب مصر سحر وخيال ليه إنت جاي من بعيد أوش منتخب كان حالته صعبة جدا نتيجنا كانت سيئة جدا تحسنت النتائج بقينها في نهاية كاس الأوم الأفريقية بقينها في مرحلة جيدة جدا في تصفية كاس العالم وخلاص فضلنا خطها ونسعد كاس العالم إن شاء الله كل ده عمله الراجل وفي نفس الوقت اللي عمله الراجل ده ده عنده خطة فع تالت خطة فع تالت هيلعب به مباراة السنغال اللي جاية يعني الأساسيين تصابوا واللي بعديهم تصابوا وراح جاب اللي بعد بعديهم ورغم كده مع الراجل ده تحديدا عمرك ما حسيت بفرق في تغيير أي لعب يتصاب حجازي يلعب عبد المنعم أنت مش متأثر يتصاب أكرم توفيق يلعب عمر كمال عبد الواحد أنت مش متأثر يجيب عمر جابر بقى له كتير ما دخلش المنتخب يلعب يطأ الله يلعب مهند لاشين تمام يلعب دونجا حلو يجيب لك مرموش اللي ما كانتش حد شايفه ولا حد عارفه ويلعب هيروح يجيب علي جابر ورامي ربيعة ويلعبه المباراة اللي جاية من حيثه لا يدر ومن حيثه هو أصلا ما يدري ورغم كده أنا وصك في أي لعب يلعب مع كلوس كيروش عشان الرجل ده عنده منظومة ما عندهش أفراد حطي لي أي لعب في الملعب هخليه شكله كويس وقلنا مبارح كما هي إسلام ومروان فكرة أنك بتحمي المدافع بتاعك بتحميه إزاي بلاعب واثنين وثلاثة يبقوا جم بعض كل فرقة منتخب مصر هتلاقيها جم بعض مفيش واحد بيتحط في موقف لوحده هدي تقول لي يا عم أنت مفرقش على لقطة الكلاب شارعينا النهاردة بتاع الساديو ماني وما بيعدي من ثلاثة أربع لعيبة ما هو ساديو ماني ما هو بالمناسبة بيعدي من مدافعين في الدولة الإنجليزية البريميال ليج أعظم دوري في العالم بنفس الطريقة بالمناسبة يعني ليه المبالغة احنا ملاعب ساديو ماني برضو ما هو محمد صراح بيعدي من لعبتهم برضو هي كواليتي لعيبة وما قال ليه ساديو ماني بيلعب في ليفربول ليه ساديو ماني واحد من أحسن المواجبين في العالم ليه يعني ما عشان بيعدي من أي لعب مش هيعدي مننا ليه صحرا خاركين ناس اللي هي بتحاول طول الوقت دي نطق سلبية دي طول الوقت وعشان طول الوقت أبقى مختلف انت كلكم بتقولوا منتخم مصر إن شاء الله يساعد كسل العالم منتخم مصر كويس ندعم منتخم مصر لا أنا بقى مختلف فأنا منتخم مصر مش كويس والمدرب ده مش كويس ده مش كويس كالوس كيروش ده مش كويس ده احنا لنا الفخر إن كالوس كيروش بيدربنا وليه هو كمان الفخر إنه بيدرب منتخم مصر بس ده اسم كبير واسم محترم مع كامل اللي احترام بقى الأسماء الكتيرة عدت على منتخم مصر فيه أسماء طبعا عظيمة وفيه أسماء ما كانتش عظيمة خالص احنا دلوقتي عندنا اسم عظيم في منتخب مصر اكيد هو مش سمعني واكيد هو مش عارفني اصلا فانا بقول لي رأي ده من يعني عشان بس دماغي ما تودكش اللي تقول لوقتي ايه اي حد بيقول على حد حاجة كويسة بيطب بيغني بيعمل ايه هو مش عارفنا بس هو الراجل ناجح هو الراجل بيشتغل كويس هو بيشتغل كويس لمصلحتي ومصلحتك اللي هو منتخب مصر ليه ليه طول الوقت عايزين لا ده مش حلو نجيب واحد غيره مين اللي هيجي غيره طيب واللي هيجي غيره ده هيعمل ايه ما كالوس كروش ان شاء الله بعد ما نوصل كاس العالم ما يبقش موجود ويجي واحد غيره هيعمل ايه ايه الشكل حلو انت مستنين طيب انا مش هروح برضو بعيد بوب رادلي انا في رأيي واحد من احسن المدربين اللي يجم مع منتخب مصر كان له طريقة هجومية وكان منتخب مصر بيقدم عاك كرة ممتعة كنا منكسب كتير الكرة الهجومية عما قيت لنا ايه في مطش غانة لما خسرنا ست هل انت مثلا بتفتكر بوب رادلي بالخير انت دلوقتي اكيد لما تسمع بوب رادلي على طول تفتكر الستة وتقول لا لا ده كان اسوأ مدرب بس انت مش تفتكر اللي قبل الستة اللي قبل الستة كان عامل نتائج رؤية عجد بس انت هتفتكر الستة وما بصلناش كاس العالم طب هو لو وصلنا كاس العالم بشكل ممل زي ما انت شاء زي ما هيكتور كوبر وصلنا كاس العالم بشكل ممل ايه اللي هيديئك الكرة ما بقيتش زي زمان قوي زمان كان فيه اللي عندك صنع العلعاب كان عندك حزي امام كان عندك وليد صلاح الدين كان عندك حمد عبداللطيف ده كان هياخد الكرة يرقص ثلاثة اربعة ويلف بيهم تاني ويرجع يرقص ثلاثة اربعة تاني وعنده مساحات وعنده حركة ده كلمك ايه ده مش قديم اوي كمان ده في الخمسينات والستينات والسبعينات كان ممكن تبقى الكرة اسهل بس انت كل ما بتقدم السنوات حجم الامور الفنية والتيكتيكية بيبقى فيها غلق اكتر اغلاق اكتر للملعب لكل مساحات الملعب يعني حزي امام دلوقتي مش هيقدر يعمل طبعا حزي امام هيفضل حزي امام بموهبته بس في المساحات الدقيقة دي لو سألت حزي امام هيقول لك لأ ما انا اكيد مش هلعب بنفس الطريقة كنت بلعب بها زمان لو جبت وليد صراح الدين هيقول لك لأ ما هو ده انا شفت محمد صراحي مرح رجع من الكرة الهجومية لنا للدفاع في ثلاث سوائن انا اكيد مش هعمل كده لو سألته مش تقليدا منه بس هي ظروف وحياة وتطور في الكرة دينيس بيرج كام اسطورة هولندا مش هيعمل كام بيعملو مع ارسل وهولندا دلوقتي الكرة تغيرت والدليل ان انت عندك لعيبة مهرية في العالم دلوقتي مش هتلاقيهم عارفين ياخدوا مساحة وياخدوا شغل ادام هم لسه بيشتغلوا بالطريقة بتاعت الزمان زي اسكو مسلا في الريان مدريد اسكو ده من احسن المواهب اللي في الكرة في العالم فين اسكو راح لو انت معندكش امور بدنية وفنية وتكتكية وحماس وقوة وتبقى اجريسي في المنها مش تبقى موجود لكن الكرة الممتعة اللي حولهاك مستنيئة دي هي اصلا مش موجودة في العالم كله دلوقتي مش موجود فيش فرقة بتديك متعة كاملة كده تحس ان انت طلع شبعان كرة متعة بس المتعة بالنسبة لنا دلوقتي اشي احنا بينا نفرج على كرة كتير عالمية هي الفرقة اللي بتعرف تخطط كويس اللي بتعرف تعمل تكتك كويس اللي بتعرف تاخد من المباراة اللي هي عذاب شغل فني محترم وده اللي بيعمله كارلوس كيروجي دلوقتي ببساطة شديدة ربنا يكرمنا ان شاء الله يوم التلاتة النهاردة حبيت افضفض معكم شواء انا عارف انه الكلام ده ممكن يبقى مش على هوا ناس انا زي ما قلت لكم في الاول احنا الاتنين يعني الرأي ده والرأي التاني احنا الاتنين عايزين هدف واحد هو مصلحة منتخب مصر ومنتخب مصر يبقى في كاس العالم فانا مش من دايق من رأيك بس عايز طول الوقت وانت ما تدايقش من رأيك بس عايز طول الوقت نبقى واقعيين نبقى على الارض نبقى حاطين رجلنا على الارض وفهمين احنا فين مش عايب ابدا ما نبقاش اقوى منتخب دلوقت بس العيب ان احنا ما نقدرش نستغل الامكانات اللي موجودة عندنا سواء كانت قليلة او كبيرة ونوصل لهدفنا واحنا بنعمل كده دلوقت مهما كانت امكانياتنا بنقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزين وده العادة المصري بشكل عام مش في الكرة بس في كل حاجة في حياتنا ان احنا كده كده لو حطينا حاجة في دماغنا او اصرير ان احنا هنجيبها هنجيبها لو بنص امكانيات اي حد في الدنيا فربنا يا كريمنا بإذن الله نوصل كاس العالم يوم الثلاث وبعد كده اللي عنده حاجة في قلبه يقولها اصل اللاعب ده ما كانش ينفع اصل المدرب ده عمل مش عارف ايه غلط اصل احنا كده المفهود نلعب بطريق الفلنية لما نوصل كاس العالم بقول انت عايزه كلام عندنا مساحة وقت بقى نوع النفط مع بعض شوية